هنروح لكرة اليد سيدات كابتن نيحي يوسف خلص الدور الأولاني منتظر الجدوى اللي ما يجيله من لجنة المسابقات بقادرة كابتن سعيد عشان يعرف المباراة اللي جاي قيمت وزي ما قلت لحضراتكم هو بيفكر فيه دلوقتي هو عايز يعرف المطشط عشان يحط الخطة الأحمال البدنية والخطة الفنية للفريق المرحلة الجاي كابتن نيحي قال انه مذاكر كل الفرق كويس اكيد عشان هتشارك في المرحلة اللي جاية لازم يحافظ الفرق لانه ما فيش فرصة خلاص انت ست فرق هتبقى الدنيا مطشط كلها جمد فريقنا تصدرت الدور الترتيبي برسيط 54 نقطة كلهم من فوز ما فيش تعادل حتى في الوقت اللي الفرق التانية على الاقل هزيمة واحدة ولازم نفكر بعض بالست فرق اللي هيلعبوا في الدور اللي جاي ان شاء الله معانا سبورتينج الزمالك الجزيرة ده من المجموعة الاولى المجموعة التانية اللي كان فيها الاهلي الاهلي الشمس والطيران كده مجموعهم ست فرق مفيش مطش سهل كلنا ثقة في بناتنا وكلنا ثقة في لعباتنا ان شاء الله يحافظوا على اللقب اللي احنا فوزنا بالسنة اللي فاتت طبعا مش محتاجة افكركم من كل مرة انه احنا فوزنا بتلات بطولات السنة اللي فاتت قاهرة وكأس ودوري ان شاء الله اليد السنة دي سيداتي حافظ على هذا التميز اللي عودنا عليه سنين طويلة